فاكتر من حاجة اقول حاجة انها كيف تعاملت مع ملف بن شرقي وانجم وفرجاني ساسي بمعنى انه اتضح انهم بياخدوش فلسهم بقالهم اربع شهور ودي ارقام لان المحترفين بياخدوا ارقام كبيرة يعني وده يعني متعرف عليه فاشرب بن شرقي بعت انذار وانجم بعت انذار فرجاني مرضاشي بعت انذار يعني اللجنة خلصت كل مستحقات اشرب بن شرقي وايضا خلصت كمان محمد اونجم وخلي بال حضراتكو ده اللي عمله حمد النجاس لما عمل الانذار ومحدش اهتم بيه وقاله كدب وما كدب وا 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 في النهاية الزمالك تكبد مبلغ وقدره بعد حكم نهائية فرجاني مرضاشي الحياة يشتكي لانه فرجاني موقفه مختلف فرجاني من حقه في شهر يناير انه يعني خلاص يتفاوض يعني هو شاري الزمالك والزمالك شريه وهو حسب ده وبالتالي الف مفاوضات التأجديد حاخد فلوسي اكيد ان شاء الله يعني والناس الحقيقة ملتزمة بهذا الامر بشكل اكتر من رائع وبالتالي الازمة بتتحل اهم اربعة لعيبة او خمسة لعيبة موجودين في الزمالك فرجاني اشرب بن شرقي ونجم لما بيكون فحالته مصطفى محمد وشوفنا المفاوضات شغالة معه شبه يوميا طارق حمد والراجل معندوشه الحمد لله مشكلة غير تأخير المستحقات واللجنة بتحاول بكل الطرق انها هتجيب لهم فلوس والحقيقة الشركة الرائعة برزنتيشن عملت الواجب وزيادة في هذا الامر كالترقال في خيرهم وطبعا في لعبة كتيرة محمود علاء ومحمد ابو جبل وجنش وأوباما والناس كتيرة جدا وجمعة وكل الناس كويسة يعني بيعدلوا عقد ابو الفتوح بيعدلوا عقد مصطفى محمد بيقنعوا بالاستمرار حتى نهاية الموسم فهذا امر محترم وبس تأكيد انه موضوع الفلوس ده كانت ازمة قديمة في نادي الزمالك وكان متداري عليها دلوقتي بدأت تتضح والناس دي بأمانة شديدة جدا بيحاولوا بكل الطرق انه هم يعني يخلصوا كل المشاكل سواء اللجنة الثلاثية او لجنة الكورا نتمنى لهم التوفيق لكن الناس